نرجع ونتكلم على البيئة الحفاظ على البيئة ثقافة ثقافة لازم تكون مبهودة عند كل إنسان بيعيش على الأرض مش بنتكلم على أرض بلد معينة أو مكان معين لأن إحنا لما بنهمل البيئة اللي إحنا موجودين فيها لما بنعتدي عليها بتبّى حياتنا أصعب وعايز أقول لكم ليه حياتنا بتبّى أصعب لأنه العالم بيتغير والمناخ في العالم بيتغير لسه بنقول لكم أنه مثلا دولة زي مصر ما كانش متعودة على سقوط المطر بقى فيه مطر كتير ما كوناش متعودين على الحر الجامد قوي هنبقى بقينا بتشوف حر الجامد قوي ولا برد قوي وهكذا عشان كده الزواغر ربطوا التغيرات المناخية اللي بتحصل في الجو كله بأنه الإنسان لازم يحافظ على البيئة اللي هو موجود فيها عشان كده مع الثورة الصناعية اللي انتشرت في كل مكان وللسبب كتير قوي فيه كوارث بيئية ويمكن ده اللي خلى بالمناسبة عدد من الناس يعبروا عن احترامهم للبيئة فرنسا حصل موضوع أو وقع هكذا بيوجهوا رسالة مهمة للعالم اتنين فرنسويين قرروا ان هم يمشوا على رجليهم من مارسيليا لباريس سايفة طويلة جدا حدا يقولي ده كان مارسون الماشي يقولكو لا لكن من كتر ما هم في فرنسا لحظوا انه الناس بتلبس الكمامات وترميها على الأرض في كل مكان فابتدوا يمشوا المسافة من مارسيليا لباريس يجمعوا الكمامات المرمية على الأرض من المواطنين عشان الناس تحس بخطر يعني انك تكون لابس كمامة وترميها على الأرض ضرورة الحفاظ على البيئة الاتنين دول هم صديقين صديق اسمه أدمان بلاند ده من إنجلترا وفريد مؤنس من فرنسا وبدأوا رحلتهم خلال الأيام اللي فاتت وخلال الرحلة كل شوية يقابلوا ناس يعاوهم يقولون خلي بالكوا أنتوا لازم تحافظوا على البيئة مع انتشار وباء كورونا اللي بيكتاح العالم كله وإن الكمامات المرمية على الأرض دي ممكن تساهم في انتشار الفيروس بشكل أكبر تعالوا بقى نشوف هم خلال هذه الرحلة جمعوا عادة كمامات كانت على الأرض ده معنى معروف إنه بيقولك إيه في أوروبا ودول متقدمة فيش حد بيرمي حاجة في الشارع اتضح إنه لا إن هي ثقافة الإنسان بيعتد عليها أو بيبقى فيه حد سلوكه كده 4500 كمامة كانوا على الأرض مرميين من الناس غير إنه هم مش بس عملوا كده عدد الكمامات اللي هم مشين بيها لا هم أي مخلفات كانوا بيلاقوها في الشارع كانوا بيشلوها حسب جدوى رحلتهم المفروض إنه هم وصلوا باريس أو هيوصلوا النهاردة تقريبا يعني بعد ما مشوا على رجليهم مسافة بتوصل لـ 800 كم وده لدعم البيئة والتوعية بأهمية الحفاظ عليها هنمقول لحضراتكم إن الخبر ده أو الفيديو ده أو الرحلة اللي قام بيها الاتين الأصدقاء دول مهم جدا إحنا كتير قوي كنا بنشوف ناس رمية كيميمات في الأرض لأ مش مطلوب إن إحنا نشجع على السلوك ده وحتى لو إنت بره ولا في عربيتك حطها في كيس قلنا قبل كده إحنا لحد ما توصل لقرب مكان وتقدر إنك تتخلص منها وقبل ما تخلص منها عليك إنك تقطعها ما سبهاش سليمة عشان محدش تاني ممكن يخدها أو يحاول إنه يستغل الموضوع بترامش لصيفة أو يعيد تدويرها مرة تاني هموما إن شاء الله بإذن الله يعني دي يكون خطوة حلوة للتوعية لكل الناس